موسيقى مشاهدين كرام وفي الوطني الأولى مرحبا إليكم نشرة جوية لليوم الجمعة 26 جوليا 2024 تقص اليوم كان قليل صحب على كامل البلاد وهذا حزما نشوفه من خلال تسلسل صور قمر الصناعي الريح كانت من قطاع شرقي ضعيفة في معتدلة تقويت نسبيا بعد ظهر قرب سواحل وبالجنوب الغربي والحرارة ترحت القصوة عامة بين 30 و35 درجة بالمنطقة سحلية وبين 36 و40 درجة ببقية الجهد ووصلت في 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محلية الليل إن شاء الله بشكون صحب عامة قليلة الريح بشكون من قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية الجهد والحرارة تتراوح ليلة بين 23 و29 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب شرقي وبين 29 و39 درجة ببقية الجهد ودو إن شاء الله بشكون تقص قليل صحب على كامل البلاد الريح بشكون من قطاع شرقي معتدلة فقوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية الجهد والحرارة تتراوح لقص عامة بين 31 و36 درجة قرب سواحل الشرقية وبين 37 و43 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي وتكون بتونس الكبرى 37 درجة بقليبي 28 صحب قليلة بنابل 31 ببنزارة 37 صحب عامة قليلة بيتبرقة 28 جندوبة 41 الكيف 38 بيجة 39 سليان 38 درجة وبتالى 35 درجة تقصى في إلى قليل صحب مع ظهور الشيلي محلية بالقيراوين 38 بجهد سحل سوسة 33 درجة المستير 30 والمهدية 31 درجة بجهد القرق 28 بيسفيق 33 صحب عامة قليلة وبسيدي بوزيد 37 درجة بمدن الجنوب الغربي قبس 38 درجة تقصى في إي قليل صحب بتوزر 42 وبيكبلي كذلك 40 تقص قليل صحب مع ظهور الشيلي محلية بمدن الجنوب الشرقي بيقس 32 جربة 34 مدنين 38 تطوين ورميدة 39 درجة تقصى في إي قليل صحب مع ظهور الشيلي محلية التوقعات الجوية الملاحة وصيد البحري منطقة سيرات الريح بشكون جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة وتتجيوز 35 عقدة والبحر مضطرب فمحليا شديد الاستيراب بنسبة لخاليج تونس الريح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة والبحر قليل استيراب فمضطرب بعد الظهر بنسبة لخاليج حماميت ومنطقة الشيبة الريح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة محليا تصل إلى 15 و20 عقدة والبحر هيدئ فمحليا قليل الاستيراب وبخاليج جيبس الريح الشرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة والبحر قليل استيراب فمضطرب بعد الظهر التوقعات الجوية خاصة بالمدن العربية والأوروبية نوكشو 29 درجة تقس مغيم در البيضاء 27 مع بعض الصحوب بالجزائر 31 بيترابرس تقس صافي ومشم 36 درجة بالخرطوم تقس مغيم 34 درجة وبالقاهرة 38 درجة وتقس مشمس بالنسبة للمدينة مناورة 43 درجة ومكة المكرمة 42 مع بعض الصحوب مسغة 40 درجة بابوظبي 41 درجة بعض الغيوم بالدوحة 44 صحوب قليلة بالكويت 46 درجة ببغداد تقس صافي 43 درجة بدمشق 38 بيرود 41 درجة مع بعض الغيوم بالقدس الشريف 32 درجة وبإسطنبول 30 درجة وصحوب قليلة بالنسبة لأوروبا روما 37 تقس صافي فيينا 35 درجة برلين أمطار متفرقة 22 درجة بامستردام وبروكسل 23 درجة جنيه 32 مرسيليا تقس مشمس 26 بباريز أمطار متفرقة 22 درجة بمدريد تقس صافي 38 درجة وبلشبون 29 مع بعض الغيوم التوقعات الجوية بالنسبة لأيام القليلة القادمة نهارة لحد إن شاء الله ظهور بعض الصحوب قرب المناطق السحلية الشرقية وتقس صافي ببقية الجهيد الريح بيشكون من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر بيشكون مضطرب بمنطقة سيرات وخليج قيبس وقليل اضطراب ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا نهارة لثنين إن شاء الله التقس عامة في استقرار الريح بيشكون من قطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة البحر عامة قليل الاثطراب والحرارة دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا أوقات الشرق والغروب إن شاء الله شرق في تمام الساعة الخامسة 21 دقيقة والغروب 37 دقيقة لمزيد من المعلومات طرق الاتصال وتواصل على موقع الويب تغوادوا بالفيب ومتو بوانتين أو على رقم وزع صوتي 284 أربعة أسفار أوقات الصالات 27 جولي الموافق 21 محرم الصبح إن شاء الله بيشكون مطلثة و36 دقيقة صالات الظهر منتصف النهار و36 دقيقة العسل لاربعة و15 دقيقة صالات المغرب 27 و23 دقيقة وصالات العشاء التسعة و13 دقيقة شكرا لحسن اهتمام المتابعة نهاية أسبوع مريحة ليلتكم زينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة